منذ أن ظهر تنظيم داعش في لحظة سريعة من عمر الشرق الأوسط الطويل بث الرعب والقلق والخوف شرقا وغربا وتعددت تهديداته تعدت البقعة التي يحتل ومحيطها لتصل إلى قلب أوروبا والولايات المتحدة بعد أن امتدت أذرع التنظيم إلى الكويت والسعودية والبحرين واليمن وبات للتنظيم فروع ومؤيدون من أفغانستان إلى شمال أفريقيا هكذا يراد لنا أن نرى أخطبوط خطر داعش الداهم والمتعاظم رغم أن أعظم قوى الأرض تقريبا تحالفت في حملة ما برحت منذ أشهر تدك معاقله في العراق وسوريا وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الامتداد الحقيقي للتنظيم وما إن كان المراد تضخيمه لغاية في نفس يعقوب كما تم تضخيم قدرات العراق النووية والصاروخية ليتبين لاحقا أنها كانت أكذوبة العصر مدينة الموصل العراقية حيث بدأت قصة تنظيم داعش سيطر تنظيم المتشدد عليها في مطلع يونيو من العام الماضي ولم يكد ينتهي الشهر حتى كان داعش قد استولى على عشرات المدن والبلدات في غرب وشمال العراق مع انهيار القوات العراقية المفاجئ في سيناريو مماثل استولى داعش على مناطق شاسعة من سوريا وجعل من مدينة الرقة منطلقا لعملياته ومركزا إداريا من هنا بدأ مسلسل داعش وانتشرت حكاياته كالأسطورة خاصة بعد إعلانه الدولة في المقابل أنشئ تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة داعش واستندت عمليات هذا التحالف على الغارات الجوية على معاقل التنظيم أشهر من الضربات الجوية على المناطق التي يسيطر عليها داعش إلا أنها لم تغير الكثير من الواقع على الأرض سوى أنها زادت من عدد الدول التي أعلنت الحرب على داعش ومع ما عرف بقلة فعاليات العمليات ضد داعش كانت له عمليات في المقابل غير المواجهات المباشرة وخارج حدود سوريا والعراق تركزت هجمات داعش في المنطقة العربية في السعودية والكويت وتونس أما في الغرب فكانت هجمات باريس وبعدها الولايات المتحدة في وقت أعلنت دول عدة تفكيك عشرات الخلايا على أراضيها كما دخلت روسيا على خط مواجهة داعش مشيرة إلى أن عملياتها في سوريا تهدف في الأساس للتصدي لخطر التنظيم وأنها استباقية لوقف تمدده إلى آسيا الوسطى وروسيا ألاف الغارات الجوية ضد داعش ومئات الخطوات الاحترازية لوقف تمدده الذي بات يهدد العالم تمدد ضل على مدى أكثر من عام ونصف يؤرق المجتمع الدولي لكن هل يتساوى حجم القلق فعلا بحجم التنظيم؟ تساؤل يثير كثيرا من الهواجس خاصة وقوف القوى الكبرى عجزة عن وقف خطره ويطرح بقوة نظرية أن داعش أريد لها أن تظهر بهذا الحجم وتحقق غاية المريدين معنا الآن من الرياضة الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة خالد المشوح أستاذ خالد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار يعني السؤال هذا لا يزال يطرح بشكل يومي اليوم بين الكثير من المراقبين لتحركات هذا التنظيم وتمدده هل بالفعل هناك نوع من أنواع التضخيم لقدرات هذا التنظيم وحجمه والقوة التي يحتاجها العالم لوضع حد لنشاطه وربما التخلص منه هل هناك نوع من التضخيم لهذه المسألة؟ السلام عليكم وإهلا مساء النور حقيقة بلا شك أن الزخم اللي يصاحب داعش وخاصة الزخم الإعلامي والعمليات التي يتبناها أو تمناها داعش من فترة إلى أخرى يعطي علامات استفهام كثيرة وأسئلة تفتح كثيرا في هذا الجانب أي عمل تنظيمي أو أي عمل منظم أو أي حركة في العالم لا بد أن تكون مبنية بناء في الغالب في الأساس أن تكون مبنية بناء هرميا يتم من خلاله استقطاب الأتباع وتجنيدهم ومن ثم الزجبهم إلى القيام بعمليات أي أن كان هذه العمليات سواء كانت عمليات نوعية أو عمليات انتقامية أو عمليات استشادية ما نشاهد في داعش هو مختلف تماما عن هذا النوع من البناء فهو بناء شبكي متفرع لا يعطي المنتمي إلى التنظيم أي ولا ولا يعطيه أي اتصال مجرد أن يقوم بهذه العملية يتم تبني التنظيم لهذه العملية فتتضخم قوة داعش ويتضخم زخمها الإعلامي وتتضخم اسمها بغض النظر عن هل داعش شاركت أو نفذت أو ساهمت في بناء هذا الأمل أو لا هذا فيما يتعلق بالعمليات التي تنفذ خارج مسرح العمليات الميدانية اليوم وهو العراق وسوريا تحديدا فيما يتعلق بالعمليات في الخارج قد يكون هذا مفهوما أستاذ خالد ولكن فيما يتعلق بالقدرة الميدانية لتنظيم داعش في سوريا وفي العراق تحديدا أيضا هل هناك تضخيم لهذه المسألة اليوم لدينا أحلاف تشكلت من أقوى دول في العالم لمواجهة هؤلاء المقاتلين أيضا البعض يقول أن هناك نوع من المبالغة في هذه المسألة ما رأيك؟ أنا أتصور أن الحقيقة داعش إذا تكلمنا عن داعش في سوريا تحديدا فهي بلا شك أنها تمارس نوع من الإرهاب وهي موجودة وفي العراق موجودة لكن ليس كل الفصائل أو ليس كل الموجودين هم داعش وليس كل من يقاوم النظام هو من داعش وليس كل حركة موجودة على الأرض هي داعش داعش هي أقوى مكوم موجود على الأرض ويمكن تحديده بشكل سهل ويمكن استهدافه لكن اليوم الذي نرىه في التحالف العالمي ضد داعش أنه أدخل جميع الفصائل وجميع المكونات السياسية غير النظام الحاكم في هذا المسمى فنجد أن عملية الاستهداف أصبحت عملية واسعة جدا تستهدف داعش وتستهدف جميع القوى الأخرى داعش قوة إرهابية يجب القضاء عليها بأسرع وقت وبتحالف دولي واضح وصريح وأن يكون الهدف هو القضاء على داعش وأن تكون داعش هدف محدد وواضح وصريح وليس كل من عارض النظام هو داعش أو هو منظمة إرهابية داعش وجودها عندما انطلقت في سوريا وحذر منها الكثير وحذر منها بعض الدول والقوى السياسية كان الجميع لا ينظر إليها بهذه الجدية اليوم داعش تتقوى يوما بعد يوم وتصبح أقوى والخطر يتوسع بشكل أكبر بعدها أدرك العالم خطر داعش وقرر أن يقضي على داعش وأن يهاجم داعش لكن لا يزال هذا القرار يحتاج إلى تحديد وإلى تخصيص ليكون الهدف أكثر دقة كما فعل العالم مع القاعدة في السابق عندما كان هدف القاعدة هدف عائم غير محدد لم تنجح عمليات القوات التحالف في ذلك الحين لكن عندما كانت الأهداف تقيقة ومحددة في القضاء استطاعوا أن يقضوا عليها اليوم هو نفس الوضع يعيد نفسه في داعش إذا لم يتم تحديد أهداف محددة ودقيقة للقضاء على داعش فلن يتم القضاء عليها طيب عندما تقول الأستاذ خالد أن داعش في الميدان يمكن تحديده بشكل سهل ويمكن استهداف المسألة قد تبدو بسيطة لمن يستمع إلى هذا الحوار واضح أن هذه الدول التي تقوم الآن أو التي تقول أنها تستهدف التنظيم غير قادرة لا على تهديد الأهداف بشكل سهل ولا على الحاق أضرار كبيرة بهذا التنظيم سنرصف الآن ونحن نتابع العمليات العسكرية المفترضة ضد هذا التنظيم ولا يبدو أنها تحرز تلك النتائج الهائلة مقارنة بالقدرات التي وضعت خلف هذه الأحلاف الحقيقة أنا لست خبيرا عسكريا حتى أحدد هل هي أهداف سهلة هذا ما ذكرته قبل قليل يمكن تحديده بسهولة لكن الشيء الذي أعرف أن هناك مناطق تستولي عليها داعش وهي واضحة ويعرفها الجميع هي مناطق لداعش فلذلك هذه المناطق من السهل الوصول إليها واستهدافة من قبل القول الكبرى إذا أرادت فعلا أن تصل إلى داعش وأن تقضي عليها وبإمكان هناك أيضا مناطق قريبة جدا ومتنازع عليها وتسيطر عليها فصائل أخرى غير داعش يتم من خلالها القضاء على داعش فلذلك الوضع معقد جدا في المنطقة وفي كل ما عطينا وقت أكثر كل ما يزداد تعقيدا بشكل أكبر لكن إذا كان هناك نية حقيقية لدول العالم في القضاء على هذه المنظمة الإرهابية وتم الاستعانة بالتنظيمات القريبة من داعش بالإمدادها بمعلومات دقيقة وواضحة وصريحة لتحديد أهداف أكثر دقة فإن المسألة سوف تكون أسهل مما هي عليها الآن نحن اليوم نجد أن هناك قصف عشوائي هناك يعني ضرب لأهداف داعش لكن أحيانا قد لا تكون دقيقة نحن العالم كله اليوم يتطلع ولم يكن العالم متفق بأكثر من دقة ومن اتفاقه على القضاء على داعش اليوم فلذلك القضاء عليها أصبح مطلب دولي وعالمي فلذلك تحديد الأهداف بشكل أدق سوف يسرع ويعجل بهذه العملية المنطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة جدا إلى سرعة القضاء على هذا التنظيم الاهرهابي أكثر من أي منطقة أخرى شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد المشوح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة كان معنا من الرياض